درس اليوم عن تصميم الخريطة البداية نفتح برنامج ArcMap من مجلد ArcGIS في إبداء نفتح خريطة موجودة مسبقا ضمن مجلد GIS Tutorial باسم Tutorial 2.1 الخريطة فارغة سنقوم بإضافة الطبقات إليها من مجلد GIS Tutorial عبر زر Add Data ثم مجلد United States نختار طبقة States هنا سنتعلم كيفية إنشاء خريطة كوروكليث والتي هي عبارة عن خريطة تظهر الاختلافات في قيم الواصفات باستخدام الألوان نفتح نعفدة خصائص الولايات نغير الاسم إلى Population By States في تبويب General ثم في تبويب Symbology نختار من Quantities في الجهة اليسارية Graduated Colors في قسم Fields في قسم Fields نختار Pop 2003 سيظهر لدينا على الخريطة ترتيب لوني مكون من خمس مجالات تعبر عن تعداد السكاني لعام 2003 سنتعلم الآن كيفية إنشاء طبقة مجموعة تحتوي على أكثر من طبقة بلغاية منها تنظيم العمل وتسهيله زر يمين على Layers New Group Layer نفتح نافذة الخصائص لها ونعيد تسميتها إلى Population By Counties ثم نقوم بإضافة الطبقات المرادة في تبويبة Group وهي States و Counties وبالضغط على المستطيل أسفل الطبقة نختار اللون بلا لون وسماكة الحد واحد ونص واللون أسود نضع طبقة الولايات أعلى طبقة الأقاليم كي تظهر على الخريطة بنفس الطريقة السابقة سنقوم بإنشاء خريطة Coreplate للأقاليم من خصائص الطبقة نختار طريقة التصنيف Graduated Colors والValue Pop2003 نقوم الآن بإخفاء الطبقات ثم إضافة طبقة مجموعة جديدة باسم Population by Census Tracks والتي هي الأجهزة الإحصائية للولايات نضيف طبقة States ثم من مجلدي Utah و Nevada نضيف طبقات Utah Tracks و Nevada Tracks بنفس الطريقة السابقة ننشأ خريطة Coreplate لكل من Utah Tracks و Nevada Tracks حسب Pop2003 الآن لتخزين ملفات الطبقة زر يمين على Population by Counties بعد تفعيلها ثم Save as Layer File نحفظها في مجلد Layer في GIS Tutorial إضافتها مجدداً ننقر على Add Data ونختارها من مجلد Layer ثم إضافة لحذفها زر يمين و Remove سنتحدث الآن عن كيفية تحديد مقاييس عتبة بهدف الإظهار الآلي للطبقات بمقياس مناسب نقوم بالتكبير على الزاوية العلوية اليمينية للخريطة ثم زر يمين على Counties في Population by Counties Visible Scale Range نختار Set Minimum Scale نضغط أمر Full Extent ثم نقوم بالتكبير بشكل تدريجي وعند الوصول إلى المقياس المحدد سابقاً أو أكبر منه نلاحظ ظهور طبقة Counties أي هنا كل مقياس أصغر من المقياس المختار لن يظهر الطبقة بالمثل نقوم بتحديد المقياس الأعظمي لطبقة States ضمن Population by Counties بزر يمين على States Set Maximum Scale هنا كل مقياس أكبر من المقياس المختار ليظهر الطبقة لإلغاء المقايس المحددة سابقاً زر يمين على الطبقة Visible Scale Range Clear Scale Range هناك طريقة أخرى لتحديد المقياس فلتحديد المقياس الأصغري زر يمين على Nevada Tracts Properties ثم منتب Webed General نفعل خيار Don't Show Layer When Zoomed نكتب بجانب Out Beyond 1 على 8 مليون أي ستختفي الطبقة في المقايس الأصغر من 1 على 8 مليون نلاحظ بالتجريب ذلك وليوضع مقياس أعظمي نفتح نافذة خصائص Population by States نفعل خيار Don't Show Layer When Zoomed ونكتب بجانب In Beyond 1 على 10 مليون أي ستختفي الطبقة في المقايس الأكبر من 1 على 10 مليون نحذف المقايس المختارة بنفس الطريقة السابقة بالضغط على Clear Scale Range الآن إذا أراد زبون أن ننشئ له خريطة Coropleth بحسب تفضيلاته من حيث أعداد الصنوف والمجالات المحددة نفتح نافذة خصائص Population by States نختار في قسم Classification عدد الصنوف 6 نضغط على Classify نختار طريقة التصنيف Manual ونقوم بتغيير قيم الصنوف يدويا كما هو مبين في الشكل نغير تحت Label القيمة الأولى ونكتبها من صفر إلى 2 مليون وهو عبارة عن اللافتة التي ستظهر تحت اسم الطبقة في Table of Contents نضغط OK نتج لدينا خريطة Coropleth حسب تفضيلات الزبون نقوم بحفظ ملف الطبقة في مجلد Layers لتغيير ألوان الصنوف يدويا زر يمين بجانب Color Ramp في Symbology نختار Properties نقوم بتغيير الألوان حسب التفضيل تمكن أيضاً تغيير اللون بالنقر على رمز اللون النوع الثاني من الخرائط هي خرائط Pin والتي تعبر عن معطيات كل سجل باستخدام مؤشرات نقطية ننشئ طبقة مجموعة جديدة ونسميها Population by City نضيف إليها طبقات من مجلد United States والتي هي States و Cities نغير إظهار طبقة States باختيار بلا لون سماكة الحد واحد ونص ولونه أسود الآن لإنشاء خريطة Pin للتعداد السكاني في مدن الولايات المتحدة الأمريكية نفتح نعفذة خصائص طبقة Cities سنختار طريقة Graduated Symbols حسب Pop 2000 نغير شكل الرمز في Template ونختاره Circle 2 بلون أحمر وقياس 18 نضغط زر Classify نختار Manual كطريقة للتصنيف ونغير القيام يدويا كما هو مبين في الشكل نقوم بحفظ الخريطة باسم My Tutorial نفتح خريطة جديدة من File New Blank Map نضيف إليها الطبقات من مجلد بنسلفانيا وهي PA Counties و PA Cities نغير اسم طبقة PA Counties إلى بنسلفانيا Counties وفي تبويب Symbology نضغط على Symbol ونختار Hollow ثم في نافذة خصائص PA Cities وفي تبويب Definition Query ننقر على Query Builder ثم ننقر نقر مزدوجا على Feature خل العملية الحسابية يساوي ثم Get Unique Values نختار 10,49,999 إذن هنا تم إنشاء طبقة تضمن فقط الاستعلام المذكور أي تحتوي على المدن التي تعداد سكانها فقط بين 10,049,999 نقوم بتغيير اسم الطبقة إلى Population 10,049,999 والرمز إلى Circle 2 بلون Ultra Blue وحجم 8 الآن سننشئ استعلام عن عاصمة ولاية بنسلفانيا والتي تدعى هارسبرغ وذلك بإضافة طبقة PA Cities مرة ثانية ثم إنشاء الاستعلام ضمنها بالصيغة Status يساوي من Get Unique Values نختار State Capital County Seed ونغير الاسم إلى State Capital والرمز إلى Start 3 للون أصفر وحجم 25 سنتحدث الآن عن كيفية إنشاء ارتباطات تشعوبية ننقر زر Identify ونضغط على العاصمة بالرمز النجمة وتظهر نافذة بالمعلومات المتعلقة بالعاصمة زر يمين على هارسبرغ ثم Add Hyperlink نفعل Link to IURL ندخل الموقع www.harisberg.com ثم نغلق نافذة Identify ونضغط على أداة Hyperlink والتي تسمح بفتح المواقع المتعلقة بالميزات عند النقر عليها ثم نضغط على العاصمة عند ظهور تلميح الموقع بجانبها فيفتح لدينا المتصفح صفحة الويب التي قمنا بإدخالها لإنشاء تلميحات للخريطة Map Tips زر يمين على Population 10,0004,999 تبويبة Fields نختار Name ثم في تبويبة Display نختار Show Map Tips using the Display Expression نغلق النافذة ثم نلاحظ أنه عند التمرير فوق المدن ستظهر أسماؤها بشكل مؤقت وتختفي عند الإبتعاد عنها نهاية لمحادرة